طالبت مصر والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا وسنغال وجنوب إفريقيا وتايلندا في بيان مشترك المجتمع الدولي بضمان النفاذ العادل للقاحات والأدوية على مستوى العالم يأتي ذلك في إطار حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية وأوضح منذ مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جونيف السفير أحمد إيهاب جمال الدين أن البيان المشترك أكد أن ضمان الحصول على اللقاحات والأدوية يعد أمرا خاسما لمكافحة الأوبئة المزمنة مثل فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا والسل فضلا عن الأمراض الأخرى حيث دعت مصر المجتمع الدولي إلى تهيئة الظروف المواتية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني بما في ذلك القطاع الخاص لضمان إتاحة هذه اللقاحات والأدوية للجميع وفي كل مكان دون تمييز